معنا من نيويورك من أمام مقر الأمم المتحدة موفدنا عيد عوامر عيد مرحبا بك معنا مرحبا أمل مساء الخير بداية يعني لو تطلعنا على لقاءات السيد الرئيس مع رؤساء الدول في البداية أمل نحن نتواجد في مقر البعثة الفلسطينية وفي الجناح الخاص بسيد رئيس محمود عباس والوفد المرافق له بعد أن كنا معكم في تغطية حية ومباشرة ومن خلال التقارير من مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث نقلنا صورة الأوضاع والجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس دولة البرازيل من ثم تابع العالم كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترام رئيس أبو مازن حضر الجلسة الافتتاحية وعلى هامش مشاركته في هذه الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى السيد الرئيس العديد من زعماء وقادة العالم اليوم التقى السيد الرئيس مع السيدة موغرينيا الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كما التقى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إلى جانب أو في لقاء آخر مع الملك الأردني عبد الله الثاني وأيضا التقى بالرئيس اللبناني ميشيل عون كل هذه اللقاءات تركزت ونقل السيد الرئيس لكل هؤلاء الزعماء والمسؤولين سورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من حملات تصعيدية إسرائيلية إلى جانب رفض إسرائيل المتكرر ومجاهراتها بالمشروع الاستيطاني الاستعماري على الأرض الفلسطينية وأيضا شارحا للعالم معاناة أبناء شعبنا وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية التقينا اليوم بالعديد من المتابعين والمحللين الذين أكدوا على ضرورة أن ينتقل هذا العالم من مراقب ويصيغ القرارات الخاصة بفلسطين إلى محاسبة من يعطل هذه القرارات بمعنى محاسبة إسرائيل وفق القانون الدولي على تعطيلها للقرارات الدولية عيد فيما يتعلق باللقاءات التي أجرها سيد الرئيس مع عديد المسؤولين الدوليين فحوى المواقف في إطالة تطوير هذه المواقف من كبل هذه الدول كيف لاحظتموه في ظل ما قدمه سيد الرئيس من شرح وافي عن مجريات الوضع الفلسطيني في ظل السياسات الإسرائيلية حقيقة محمد اللقاءات كانت قصيرة جدا ولكن من المعلوم على الصعيد لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن التنصيق المشترك بين القيادتين والبلدين الشقيقين هو على أعلى المستويات وفي أدق التفاصيل كما يؤكد دائما السيد الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بلبنان لبنان هو داعم أساسي وهو من الدول التي تدعم توجهات القيادة الفلسطينية وتدعم تطلعات شعبنا الفلسطيني ممثلة الاتحاد الأوروبي أو ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي مواقفها هي معلنة وهي مكررة دائما بالاستناد إلى حل الدولتين هذا الحل الذي يتغنى العالم من أجل إتمامه على الأرض الفلسطينية لكنه لا يبذل أدوات الضغط الحقيقية على إسرائيل حتى تنصاع لتحقيق هذا الحل على الأرض الفلسطينية نستطيع القول أن الرئيس أبو مازن في خطابه الذي سيكون هاما وتاريخيا يوم غد سيحدد الرؤية الفلسطينية والعربية إلى حد بعيد للتعامل مع رفض إسرائيل لكل استحقاقات العملية السياسية نحن وشعبنا والعالم العربي يترقب هذا الخطاب الذي من المتوقع أن يحمل معه مضامين جديدة لها علاقة بالأدوات النضالية ولها علاقة بحقوق شعبنا الفلسطيني وسبلي تحقيقها على أرض الواقع وإرغام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي المحتلة والكل الفلسطيني كما العالم بالتأكيد ينتظر هذا الخطاب التاريخي والهام والذي أيضا سيسبق الخطاب لقاء سيد الرئيس مع دونالد ترامب الرئيسي الأمريكي الذي سيضع أيضا أمامه كافة الرؤية الفلسطينية وخارطة الطريق الفلسطيني الجديدة أشكرك جزيلا عيد في هذه المرحلة وبالتأكيد سنتواصل معكم وفدنا الإعلامي إلى نيويورك شكرا جزيلا لك